صحافة المحلية والجهوية والوطنية في هذه الندوة بجماعة دارك الداري كنت رحبه ايضا بالفعاليه المجتمع المدني ديال دارك الداري وهذا اللقاء اليوم بغيناه باش نهضره في حول برنامج عمل الجماعة وكيف ما كنت تعرفوه ان الجماعة ديال دارك الداري اللي ولت جماعة حضرية في 1992 ولم تحضى بالاهتمام المطلوب خلال تعاقب ديال المجلس لها باش ترقا في البناء المعماري ديالها ولا في البنية الاقتصادية ولا في البنية الاجتماعية او رياضية او التقافية المجلس من اللي يتسلم المهام بعد انتخابة ثمانية شوتنبر باغلبية اعضائه انكب على اعداد وثيقة ديال برنامج العمل التنموي ولكن نقمنا بواحد تشريح لأخطر او اصعب النقط السوداء التي تعرفها المدينة واركبناها في واحد العرض في شارق هوتائقي سوف ننقوها امام انظار السادة الرؤساء الجمعية المجتمع المدني اللي حاضرين معنا وكذلك امام انظار العدسات الصحفية من اجل المعرفة ديال الوضع الحقيقي اللي هي عليه الجماعة ديال دارك الداري ومن ثم ما غاد نتحتو على ما هي الحلول اللي جات بعد ما قمنا بتشريح ديال هاد الوضع ديال الجماعة قمنا بتشريح ليه وتصنطنا فيه الجميع الفاعلين المدنيين والمرافق العمومية والمؤسسات المتداخلة معنا وجدنا واحد برنامج عمل على ضوء هذا الوضع الذي تعيشه المدينة هاد نتشوفه العرض اللي هو صغير ما فيش واحد سبعة ديال تقاع المدينة ديال دارك الداري انا ندير الصوت هاد الجماعة ديال دارك الداري اللي هي جماعة باقليم سيدة قاسم طبعا سيدة قاسم لفيه تسعود وعشرين جماعة طبعا هو مركز ديال التصوق والتطليب والتعليم لاغلب من الجماعات المتواجدة بني حسنانو ويحج اليها اكثر من مئة وخمسين الف مواطنة وقضاء الاغراض تجارية طبية حرفية مهنية لكن هذه الجماعة ظلت مهمشة ولم تأخذ حقها من التنمية لأزياد من 40 سنة رغم تعاقب المجالس ظل حال الجماعة كما هو عليه الوعود في كل مكان يعني في كل محطة انتخابية دون إنجاز كما قلت لكم المحطة 28 شتنبير 2021 وصلت بنا إلى رئاسة المجلس الجماعي لدارق الداري وتسلمنا المفاتيح فيها يوم 16 سعود 2021 والقناة نقاط سوداء خوّلها المجزرة الجماعية كما ترى الوضع الآن نحن بصدد الإعداد للمجزرة العصرية وضعنا الدراسات لتأثيرات البيئية في مركز الاستثمار الجهوي كانوا نجدونها شاركة مع وزارة الفلاحة الداخلية من أجل إنجاز هذا المكان للبيع الجائلين كما ترى نقطة سوداء على طريق 411 نقاط الآن الفضاء اسمناها سوق الصالحين المجزرة المطرح النفايات نقطة سوداء أخرى نحن الآن وجدنا عدد الآليات من أجل أننا سننظموا هذا المطرح وفق المواصفات الحديثة لتجميع النفايات الوضع البيئي للا يشرف الساكينة هذه الحقيقة هذا الوضع البيئي وهذه منطقة تنسميها الساحل وهي منطقة صناعية وضعنا الدراسة لتأثيرات البيئية للمركز الاستثمار الجهوي حول إحداث المنطقة الصناعية على مساحة 20 هكتار وقدت تواجه مجموعة من المشاكل من بينها المشكلة البطالة وهي لدينا فرص شغل من خلال هذه الوحدات الصناعية التي ستخلق في هذه المنطقة استراتيجية للمساحة إلى 20 هكتار وهي تابعة للجماعة السولالية القدادة الأرض هذا من أحياة السوداء طبعا لدينا الحياة من قمر كما تشوفوا الوضع الآن الجماعة تركيب شركة بقيمة 30 مليون درهم يعني 300 مليار التي ستستفيد منه حي البطالة وبنقمراء البطالة وبنقمراء هم تجمع سكان مهم كما تدخل الجماعة الترابية كما تشوفوا الأحياء كما تشوفوا الشوارع لذلك يعني لا زالت داروا لقمان على حالها رغم الوعود التي توالت مجلس تلوى مجلس الآن ركبنا الشركة ونحن بصدد إعلام يعني الصفقة إعادة تأهيل لهذه الحياة وكذلك الحياة الرحمة جدا هذا الفضاء اللي كتشوفوه فضاء ملعب قرب مع فضاء الألعاب للأطفال ويتعاودوا كالشوارع ولصين يسمون الحياة الرحمة اللي فيه طبعا مشكلة القيع واللي هو مطلب للجماعة السيودالية القدادرة أيضا ركبنا الشركة والأشغال منطلقة من أجل تأهيل إعادة الهيكلة صادقة الوكلة الحضارية في إطار الشركة وتم الإعلان الصفقة لتأهيل الحي بالطرق والشبكة والماء والتطهير السائل والتصريف مياه الأمطار الحي العملي هذا ديوردي لا سيتي في حاجة إعادة الهيكلة وداخلين في إطار الشركة مساهمة فيها وزارة الجماعة ووزارة الداخلية ووزارة الإسكال هذه أحياء هم المهمين البارزين هذا السوق الأسبوعي السوق الأسبوعي أيضا هو نقطة سوداء في دارك الداخل زياد من 40 أو 50 ألف التي تحجله كل أسبوع ويجعله نفايات كبيرة لأزبال التي تبقى كل جمعة والجماعة تقوم على العاتق وتنضيعها وتجميع الأزبال والنفايات التي تقوم بها هذه النقطة التي تقوم بها باعة الجائلين للقينة ومن حل في إطار برنامج الأعمال لهم والسوق أيضا في إطار شراكة كانت سابقة جمعات المجلسة والجامعة الرميلة التي توقعت في 2018 وقدرناها مولحق في 2022 ونحن نصدد التنفيذ مركز التجاري والمحلة التجارية التي ترونها وهي مشاريع حقيقية تنجز من أجل أن نوفره العرض الخدمة التجارية ونوفره التنشيط الدورة الاقتصادية للجماعة الدارك الداري بعدما يتحول السوق هذا المركز التجاري ومحلة التجارية المنطقة الصناعية التي تخلق فورة تجارية وفورة الشغل التي تجعلنا هناك تشاهد فضاء لم يكن لدينا الترفيع للطفولة الآن نحن بصدد الإعداء لا تساعد منه المرأة والطفل فضاء سيكون فيه الألعاب ومنعب القرن أيضا من نقطة السوداء التي تعانيها لا يوجد ملاعب القرب فالإشارة الآن الجماعة بصدد إعداد ثمانية الملاعب القرب في إطار الشارع كما بين الإسكان والداخلية والجامعة الوطنية للكرد القدم بما فيها الملعب الكبير الذي سيكون جيدة القيامة طبعا هذا الملعب الآن حددنا القيمة عن طريق الجناة التقييم التي تقتنيه 164 مليون لتعطي المحضر الاقتناء الجامعة الوطنية الملكية لكرة القدم من أجل بناء ملعب كبير بالمواصفات الحديثة هذه أبرز النقاط ترجمة نانسي قنقر